نائبة فاطمة المسدي في تصريحاتها الأعظمية اليوم قالت اللي هي مزالت دعمة للمرسوم 54 وموقفها ثابت بخصوص تأجيل النظر في المرسوم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وشدت في تصريحاتها اليوم على أنه لديها ثقة في القضاء وبخصوص الشيكية على معنى المرسوم 54 التي تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها وضحت لمسدي في تصريحها اليوم أنها تتوقع تعامل النواب باحترافية مع طلب رفع الحصان عنها بسبب هذه الشيكية وأضافت لمسدي أنها تحدثت عن هيئة الانتخابات في مراسلة وجهتها إلى رئيس الجمهورية واللي هذا يعتبر عمل نييبي وشددت على أن هذه القضية لا تندرج في إطار التشهير أو العنف أو جريمة انتخابية بل هي مجرد نقد موجة لهيئة الانتخابات وإذا تمت معاقبة نائب على نقد فهذا سيطال الجميع حسب تعبيرها من جهة أخرى حكيت على بعض النقاط الأخرى وقالت بأن مشروع قانون الجمعيات غايته الحد من التمويلات الأجنبية المشبوهة أشارت إلى أن هناك مجموعة من نواب فعلوا المستحيل لتعطيل مشروع القانون حسب تعبيرها وضحت زادة وقالت أنه بشتم اليوم عقد جلسة استماع على ممثل المجلس البنكي والميلي بخصوص مشروع قانون الجمعيات وأشارت إلى أنه البنك المركزي قال أنه ليس المسؤول عن متابعة تمويل الجمعيات وإنما الأمر يندرج ضمن اختصاص البنوك وأكدت لمسدي أن هناك نواب شعب يمثلون الجمعيات أكثر من تمثيلهم للشعب حسب تصريحها كما شددت على أن الحكومة بدورها غير متفاعلة مع مشروع القانون ووضحت نائبة فاطمة المسدي أن هناك جمعيات تتحصل على تمويلات بالمليارات وهناك جمعيات أخرى مشبوهة اتعاملت مع الدولة التونسية في وقت ما كما أشارت إلى أن مشروع القانون لن يحد من عمل الجمعيات بل سيعمل على تنظيمها حسب تعبيرها مستجدة قضائية بخصوص رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قررت هيئة دائرة الجناحية لدي محكمة الاستأنف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي والمتعلقة بالإشادة بالإرهاب للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 24 جوان الحالي يذكر أن القضية عادت من محكمة التعقيب التي كانت قضت بالنقض والإحالة بخصوص حكم استأنف مطعون فيه قضى بسجن الغنوشي مدة أكثر من عام واحد مع خضوعه للمراقبة الإدارية بعد تنفيذ العقوبة السجنية ويتعلق ملف القضية بشيكية رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي من أجل عبارة تواغيت وذلك بمناسبة تأبينه أوائل سنة 2022 لأحد قيادة حركة النهضة بالجنوب التونسي سونيا الدهماني تمثل اليوم أمام قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق معها في زوز قضايا تحقيقية جديدة على معنى المرسوم 54 تتعلقا بتصريحات صحفية سابقة كانت قد أدلت بها يذكر أن قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إداعب السجن في حق سونيا الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 على خلفية تصريح أعلامي كانت أدلت به لقناة كارتاج بلوس في علقة بملف المهجرين الأفريقى من دول جنوب الصحراء قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى أمس استنطاق المحامي مهدي زاقروبا بخصوص القضية المتعلقة بالاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه قبل أن يقرر الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإداعب السجن الصادرة في حقه ويذكر أن قضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة إداعب السجن في حق مهدي زاقروبا وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالترويج تسجيل فيديو داخل مقر قصر العدلة بالعاصمة أثناء احتجاج زاقروبا على تواجد أمنيين داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس مجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس الحكومة أحمد الحاشيني قرر أطلق أسبوع الاستثمار حسب مقاربة أو غير قطاعية خلال الأسبوع القادمة وأكد الحاشيني خلال المجلس ضرورة إليء الأهمية الليزمة للاستثمار من أجل خلق الثروة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد مما يتطلب ضرورة تبسيط الإجراءات لجلب المستثمرين الأجانب وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في ريال الورغي السبعي عرض حول الإصلاحات المضمنة بالاستراتيجية الوطنية لتحسين منيخ الأعمال وترتكز الاستراتيجية أساسا على التبسيط ورقمنة مساري إحداث مؤسسة اقتصادية والبحث عن فرص جديدة للاستثمار وفق مقاربة أحداث الحياة وتطرقت إلى أطر حذف بعض الرخص وإمكانية تعويذها بكراس شروط مبسطة إذا اقتضى الأمر ذلك وتطرق المشاركون في هذه الجلسة إلى أهمية المتابعة الدورية لمناخ الأعمال وتقييمه حسب المقاربات والمعايير الدولية المعتمدة بما يمكن من تعزيز التموقع وتنفسية تونس مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات الدولية فرنسا تهتز وما سمي بزلزل سياسي يهز فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى اليوم تعليق من شكري أديهش مدير إذاعة أورو مغرب بفرنسا أفيد بأن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيحقد اليوم ندوة صحفية سيتوجه من خلالها إلى الشعب الفرنسي ومن المنتظر أن يعلن عن إجراءات جديدة في وقت لاحق يوضح الدهش اليوم أن حل البرلمان كان عبارة عن مفاجأة للشعب الفرنسي ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في باريس عقب فوز اليمين المتطرف في انتخابات أوروبا وقال الدهش أن فوز اليمين المتطرف أحدث زلزالا في فرنسا وأشار إلى أن مارين لوبان أكدت عدم ترشحها لرئيسة الحكومة الفرنسية وهناك احتمال بأن يقدم ماكرون استقالة للترشح لدورة رئاسية جديدة في حديثه عن أسباب فشل حزب ماكرون قال الدهش أن المواطن الفرنسي أصبح يعاني من غلق المعيشة من انهيار المقدرة الشرائية وأصبح يتنقل إلى إسبانيا وإيطاليا لاقتناء المواد الأساسية وأشار إلى أن الهجرة كذلك أصبحت تمثل مشكلة بالنسبة للفرنسيين إلى جنب انتشار المخدرات وشدد على أن المهجرين ينتظرون بخوف صعود اليمين المتطرف إلى البرلمان الفرنسي وأكد أن حصول اليمين على تسعة مقاطعات في مارسيليا يعتبر زلزال خاصة ونمرسيليا ضم أكبر عدد من المهجرين في فرنسا ترجمة نانسي قنقر